كده بنتكلم على الانيرجي تاعت الهرمونيك اسللاتور بنعارفين التوتلانيرجي عبارة عاييه? التوتلانيرجي عبارة عن communicate زائد الことينشاين اينيرجي. ال個نتينشاين انيرجي كلنا عارفين تمام? او المسافة لتحرك الجسم. هنا منعرفه منين منعرفه من نقدر نعرفها من قانون وقد ده طلع بتسوي نص دلوقتي الشباب احنا عايزين نحسب بتاعت عايزين نحسب نفس اللي عملناه في علاقة هنعرف المعادلات الحركة بتاعت يعني هنالنا مسلا عايزين نحسب بتاعت اللي هي بتسوي نص ام في سكوير هشيل اللي هي موجودة عندنا في المعادلة واقعد علىها بدلالة بتاعت فالفلوسطي هنا عندي بتسوي سوي الزل باي في اوميجا صين اوميجا بلاس فاي طيب عشان ادخل هنا ادخلها هي بقى ايه تربيع? اوميجى تربيع تربيع سين تربيع اوميجا تي بلاس فاي. ده يبقى المعادلة بتاعتنا بتسوي نص ام ايه تربيع اوميجا تربيع اوميجا تي بلاس فاي. ودي معادلة ايه? ده معادلة دي الجزء ده. عزين. احنا عارفين كلنا ان Edwards الاوميجا بتسوي كم? الاوميجا عندنا بتسوي كي على ام. او الاوميجا سكوير. بتسوي كي على ام. فانا قدر اشيل الاوميجا سكوير في الام اللي هي عندنا ام والاوميجا سكوير اي. قدر اشيله او عادة ام. اصبحت بتسوي نص تربية ام. طيب نفس الكلام لو احنا عايزين نحسبه في حالة اللي هي بتسوي نص كي اكس سكوير هنشيل الاكس ونعموض عنها بدللة مين? بتاعة السلب الهارمونيك. اللي هي بتسوي اكس بتسوي ايه كوزين اميجا تي بلاس فاي هتبقى اكس تربيع ايه تربيه بتسوي او اكس تربيع بتسوي ايه تربيع? كوزين تربيع. فانشيل الاكس تربيع ونعوض عنها بدللتها هيطلع لمعادلة بتسوي نص كي اي سكوير كوزين تربيع اميجا تي بلاس الفاي. طيب عشان اجيب التوتل انرجي اللي هي التوتل انرجي مجموعة زائد كاينتك انرجي. هاخد هنا بص كده على المعادلتين دولار هنا تربيع وهنا كوزين تربيع. فامونكم اخدوا النص اعمل مشترك صحي كده? يبقى بتساوي نص كي ايه سكوير ساين تربيع الزاوية اللي عندي زائد كوزين تربيع الزاوية كل ده فقوس. طيب احنا عارفين ان تربيع زائد كوزين تربيع بتساوي كم? بتساوي واحد صحي كده? فقدر اشيل تربيع زائد كوزين تربيع بواحد يطل عندي ان بتساوي نص كي اي سكوير. طيب احنا كده اه لو بصينا كده على المعادلة بتاعت او بتاعت بتاعت السيستم بتاعت بتساوي نص كي ايه سكوير. الكده هو ايه? او بيكون رقم ثابت اللي عندي. ما بتغيرش. طب الايه? ده اقصى ازاح للجسم بعيد عن موضوع سكونه او اتزانه. الايه سابت والكيه سابت? ازا الانرجي او بيكون ستة طول الوقت. ممكن يجيلي في السؤال. يقول لي شو ذات? ان التوتل انرجي بتاع السيم بحرنك اوسيليتور. ايه نقصة اس. تمام? او يقول لي ان ما بتعتمدش على الزمن. طبعا هنا يا ليه? هنعمل المعادلة من اول التوتل انرجي. من اول الصلاة ده اللي فاتت كاملة. وهنقدر نحسب التوتل انرجي بتساوي نص كي ايه سكوير. السؤال التاني ممكن يجي يقول لي. اه انت دلوقتي تستنتكت اه قريتك انرجي والبوتانشل انرجي والتوتل انرجي. هل تقدر تحصل ترسم او وتعمل آآ بتاعة ده مع ازاي مع ازاي مع ازاي مع ازاي مع بسيطة جدا. احنا احنا عندنا نقدر نرسامها ازاي? دلت اللي هدوست على الآلة الحاس بقضائي ساين سيف هتطلب معك بسفر. فدلت بترسم بالشكل ده. ان هنا عندي ساين سفر بسفر. والمادى بتاعها من من سلب واحد لايه? لواحد. دي دلت الساين اكس. دلت الكوزين اكس. دلت الكوزين اكس. لو دست على الحاس باتلاقي كوزين سفر بكام هتلاقي بواحد. فدلت الكوزين بتمشي كيه? بتمشي بالشكل ده. هنا الواحد وهنا المادة بتاع من سلب واحد الواحد. ودلت ايه? دلت الكوزين اكس. عظيم جدا. ازا لو انا عايز اجي اعمل الارسم الانرجي مع آآ الطايم. قد المحور اكس واد المحور واي. تمام? هنا الانرجي. وهنا الطايم. الزمن. طيب بص كده على التوتر انرجي. التوتر انرجي اللي هي بتساوي نص. نص كي اي سكوير. آآ ده سابت ما بتغيرش. فالانرجي سابتها طول الوقت. ما بتعتمدش على الطايم. ولو عايزين نرسم الانرجي مع الطايم. الدلت اللي بتعتمدش على الطايم بنرسمها ايه? خط سابت طول الوقت. آآ لا يعتمد على الطايم. فهو موازن للمحور مين? للمحور اكس. يبقى دي انرجي بتساوي نص كي اي سكوير. تمام كده? طيب بعد كده عايزين نرسم القانيات كانرجي بتساوي نص كي اي سكوير ساين سكوير. هنا دلت الساين بتبدأ من السفر كده. دي دلت الساين العادية في جزء موجب وفي جزء سالي. طيب لما يجي نربع الساين يتبقى الساين تربيع. فالجزء الساليب ده هيتربع هيتطلع فين? هيتطلع فوق في الاعلى. هيتطلع في الاعلى. تمام كده? فلما نيجي نرسمها هتطلع معانا ازاي? هتطلع معانا نص يعني اقصى قيمة للساين هو مين? هو هتطلع معانا بالشكل ده كده. دلت ايه? دلت. اقصى قيمة للساين اللي هي لما اكون ايه? لما واحد. تربيع بواحد فهي واقصى قيمة لكون لقيمة بواحد. طيب لو تجي نرسم كده البوتينشان انرجي. هي كوزين تربيع. طيب كوزين تربيع دلت الكوزين اهي. فلما اجي نفس الكلام نربع كوزين هتبقى الجزء السالب ده. المقطع السالب ده هتربع. هيبقى فين? هيبقى في الموجب. بس هتبدأ من اين? هتبدأ من عند الواحد. طيب لما كانت الكوزين بواحد ده هتساوي كم? هتساوي نص كي سكويرد. هتبدأ من هنا. تمام كده? وتروح ماشية. بالشكل ده كده. ده مين? ده بوتينشان انرجي. وكده هقدرنا نرسم والبوتينشان انرجي والتوتل انرجي مع تغير الزمن. وده الشكل اللي بيطلب معنا في بتاعنا. طيب نفس الكلام اللي احنا عايزين نيجي نرسمها مع الديسبلسمنت. وزي معنا دلوقتي ان احنا هنرسم زي الانرجي بتاع السلمة مع الديسبلسمنت. احنا قلنا عارفين خلاص ان معادلة البوتينشان انرجي اللي بتساوي نص كي اكس سكوير. ومعادلة قائنة انرجي بتساوي نص كي اكس سكوير. واستنتاجنا ان بتوتل انرجي بتساوي نص كي اكس نص كي. اي سكوير. نعم بكم شيل ده. احنا نبتيني رجع. نص. اي سكوير. تمام. انا دوقتي السؤال بيقول لي عايز يرسم الانرجي دي مع الديسبلسمنت. لو بصينا كده على البوتينشان انرجي. طب ليه واحد يجي منكم يجي يقول لي هنا انا ليه ما استخدمتش المعادلات اللي هي بتساوي نص كي اي سكوير ساين تربيع. او بتساوي نص كي اي سكوير كوزين تربيع. لان المعادلتين اللي فاتت دولت كان البريابل بتاعهم الوحيد هو الطايم. انا هنا عايز ارسم بالنسبة لمن? بالنسبة للازاحة. دي الاكس يعني. دي اللي هي المسافة. طيب بص كده على فهي ده اللي هنا في الاكس. طيب اللي هي بتساوي نص كي اي سكوير هنا دلة في مين في السرعة. يبقى انا لازم ارسم اجيب السرعة دي دلة في مين دلة في الاكس. هنشوف ازاي دلوقتي. طيب ده رقم سابت ما بتغيرش نص كي اي سكوير كي سابتة والاي سابتة. فالتوتل اي سابتة. يبقى انا دلوقتي عندي المشكلة في مين? في دي. لازم اجيب لها علاقة مع الاكس. طب احنا عارفين الفلسطي اللي هي بتساوي سالب اي في الاوميجا ساين اوميجا تي بلاس فاي. ممكن الاشيه اللي احنا عارفين ايه كوزين اوميجا تي بلاس الفاي. ينفع جود اوجد علاقة بين السرعة دي الاكس? هنا المشترك بينهم ايه? المشترك بينهم الساين. ساين هنا وهنا كوزين. طيب ايه اللي لو تربط ما بين الصين والكوزين. احنا عارفين ان الصين تربية اكس زائد كوزين تربية اكس. بتسوي كم? بتسوي واحد. طيب. معنى كده ان انا لو شيلت الصين ديت واعطت عنها بدلالة الكوزين هتبقى كم? واحد ناقص كوزين تربيع تحت الجزر. يعني اشيل الصين لو هنا شيلت عايز اجيب الصين اكس. الصين اكس هتسوي كم? هتسوي الجزر التربيعي. واحد ناقص صين واحد ناقص. كوزين كوزين تربيع اكس. تمام كده? فانا هشيل الصين هنا واعطى عنها بدلالة الاي? واحد ناقص كوزين تربيع اللي هي بتسوي واحد ناقص كوزين تربيع اوميجا تي بلاص الفاي. طيب. لو جيت الايه هنا ديت وتدخلتها تحت الجزر. هتبقى تدخل ازاي تحت الجزر? ممكن مش لها من هنا خالص. وهنا دخلتها تحت الجزر. تدخل بايه? بالتربيع. ادي ايه تربيع? تمام? وهنا ايه تربيع? كوزين تربيع. طب ايه تربيع كوزين تربيع بيدينا مين? بيدينا الاكس سكوير. فتبع في بتساوي سالب اوميجا الجزر التربيعي. ايه تربيع ناقص اكس تربيع. تمام? طيب انا عايز واعنفين طبعا ان اللي هي بتساوي جزر. كي على ام. طيب. يبقى بتساوي كم? بتساوي نص ام. هربع هنا الفي هتبقى الفي اللي هي سليب امجا هتبقى امجا سكوير. الجزر هيتشال هيبقى ايه تربيع? نص اكس تربيع. طيب. الام امجا. الام في امجا سكوير. هنا لو ربعت الامجا سكوير هتساوي كي على ام. يبقى بتساوي كي على ام. يبقى الام في امجا سكوير بتساوي كم? بتساوي كي. ايه تربيع نص اكس تربيع. كده هنأصبح عندي ان بتنشي دل في الاكس. والقانية دل برضو في ايه? في الاكس. لان الكي سابت والايه سابت هو الاكس المتغير الوحيد. تمام كده. يبقى احنا وجدين نرسم الى لقب بتاعتنا. هيكون عندي الفاريابل بتاعتي. للوقتي توتل الانرجي. تقلق اللي هو سابت كونست انت نتغيرش. تمام كده? ولو جينا نرسم والبوتنشاء الانرجي دول خلاص بقى ادلة في الاكس. هيطلع عندي الجراف ده هنا الاكس. اقصى قيمة الاكس او الاكس بتغير من فين لفين? اقصى قيمة الاكس هي مين? الاي? في الجزء الموجب والسالب ايه في الجزء ايه? في الجزء السالم. وهنا ده الزيرو. تعال نرسم واحدة واحدة كده. دي اسهل واحدة منكم نرسمها. اللي هي بتساوي نص فدي سابتة طول الوقت ما بتتغيرش. طول الزمن طول المسافة بتبقى بتغيرش. بتساوي رقم سابت. فرقم سابت ده بنمثله بخط موازل مين للمحور اكس. فدي كميتها هنا النقطة دي بتساوي كم? بتساوي نص. كي سكوير. تعال نرش دخل بقى على البوتينشان انرشي. لو احنا عايزين نرسم البوتينشان انرشي. هنحط نعوض مرة عن الاكس بزيرو. فهتبقى البوتينشان انرشي بكم? بزيرو. طيب لما يكون الاكس بايه? اقصى قيمة للاكس. هتبقى نص كي اكس سكوير هتبقى البوتينشان انرشي هيبقى عندي هنا. تمام كده? بعد كده لو انت عايز تحسب حط الاكس بسالب ايه? تطلع عندي بتنشاء انرشي هتبقى ايه? في النقطة دي. فدي معادلة ايه? معادلة برابولة. لان المعادلة تربية من الدرجة التانية. بترسم ايه? معادلة كيرف بالشكل كده. معادلة ايه? برابولة اللي هو الخط الكيرف الازرق اللي معنا ده. فده عبارة عن بتنشاء انرشي. طيب تعال انت شو بقى الكانيتك انرشي اللي هي بتساوي خلاص نص كي ايه سكوير ناقص اكس سكوير. هنعوض عن الاكس بزيرو. لما يكون الاكس بزيرو هنا عند النقطة ديت. لما يكون الاكس بزيرو هيبقى نص الكانيتك انرشي هتساوي نص كي ايه سكوير. هتبدأ من النقطة دي. تمام كده? يبقى هنا البداية بتاعتي الكانيتك انرشي. طيب. شيل الاكس واحاوض عنها بالايه? شيل الاكس هنا واحاوض عنها بالاي? يبقى ايه تربيع? هتبقى ايه تربيع? يبقى ايه تربيع ايه تربيع بكام? بزيرو. يبقى هنا اخر حاجة القيمة اللي بتنشأ الشيء هتبقى عندي النقطة دي بزيرو. طب هنحط المينوس ايه? تربيع بمينس ايه تربيع. اللي هتبقى ايه تربيع يعني? في ايه تربيع ايه تربيع بزيرو? فدي معدل برضو برابلة مقلوبة من الشكل ده كده. لان هي بتساوي عند بدأ من الواحد او نص كي سكوير.